هذا وتتواصل فعليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية أدكس 2023 في نسخته الثالثة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويشارك في المعرض كبار العرضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الأقليمية والدولية يواصل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية أدكس 2023 فعلياته بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية بمشاركة كبار العرضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولية هذا العام في معرض الصناعات الدفاعية أدكس 2023 في نسخته الثالثة بيتميز الحقيقة أننا عرضين 45 منتج فيهم 12 منتج في العرض الخارجي والباقي هنا في العرض الداخلي نحن عندنا خمس مجموعات من المعرضات بتاعتنا بتعرض لأول مرة عندنا مجموعة اللي هي الزخائر الجوية اللي هي القنابل الجوية ودي الحقيقة قنابل حرة بتتراوح أوزانها من 500 كيلو حتى من 500 إلى 2000 رطلة وبتتميز بقدرتها على اختراق الخرصانة المسلحة حتى سنك 180 سنطر نحن برضو بالتعاون مع زملائنا في القوات المسلحة المصرية صممنا وصنعنا هذه المجموعات في مصانع الهيئة العربية للتصنيع دي طبعا مهمتها اكتشاف وتحديد ومجبهة الطائرات المسيرة على المستويات المختلفة حتى المستوى التعباو وعندنا برضو جهاز جديد للكشف والقياس الإشعاعي ده الحقيقة برضو مع زملائنا من القوات المسلحة وبسواعد أبناء الهيئة العربية للتصنيع في مصنع الإلكترونيات تحديدا تم إنتاج تصميم وإنتاج هذا الجهاز الجهاز ده برضو عملنا منه two versions version بيستخدم استخدامات العسكرية حتى مستوى الكتيبة وما يعادلة وتراز آخر بيستخدم في الاستخدامات التطبيقات المدنية في المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ للكشف الإشعاع الوريدات بالإضافة لاستخدامه في المستشفيات المعرض يضم 22 جناحا دوليا بحضور عرضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح الجناح المصري وعد من أكبر الأجنحة المشاركة في معرض إيديكس في نسخته الثالثة ويضم العديد من الأنظمة الدفاعية والعسكرية المصرية الصنعة نحن عندنا فعلا الأول مرة جهاز كشف وقوات الإشعاع وده بتعاون مع القوات المسلحة وده بيصلح في الاستخدام المدني أو الاستخدام العسكري وكون إن إحنا ننتجه بتصميم وتصنيع مصري ده كنا بنستورده بالعملة صعبة بمبالغ كبيرة جدا الحمد لله يمكن إحنا وفرناه بتكلفة يمكن تصل إلى تلت مسيل المستورد وبالإضافة لكل الإمكانيات الجديدة التي إحنا ضفناها التي تتميز عن مسيل الأجنبي المعرض هذا العام يشهد حضور أكثر من 400 شركة عارضة لأحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح ويشهد استقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية في ذلك المجال